أهلا بحضراتكم من جديد مواجهة منتظرة زي ما انتوا شايفين محمد الشناوي، مانوان نوير حارسين كبيرين عملاقين بطل إفريقيا مع بطل أوروبا طيب هنستعرض مع بعض باقي الجزء المتعلق بتريند الأهلي كنت بكلمكم على تشكيل الأهلي المتوقع لفريق البايرن لكن زي ما انتوا شايفين فريق بايرن ميونيخ هيبع عنده أكتر من أسلوب لعب وطريقة هستعرضه في المحتوى اللي جاي لكن تشكيل الأهلي ما بين الفكرة أكرم توفيق أم محمد هاني بوالي أم محمد شريف كهربا ممكن يكون عنصر إضافة في أي وقت من زمن المباراة طيب هكمل مع حضراتكم باقي الكلام وبخصوص برضو التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونيخ من خلال الحساب الرسمي لي يلا كورة قالوا أن ليفندوفسك طبعا ريبروتو ليفندوفسكي مهاجم الفريق وأفضل لاعب في العالم هيقود خط الهجوم طيب نستعرضي التشكيل مانويل نوير في حراسة المرمى بنجاميني بافار جوروم بواتينج ديفيد ألابا ألفونسو ديفيز يوشا كيميش تولوسو سيرجي جرابري توماس مولر كينجس لانكومان وليفندوفسكي مهاجم الفريق طبعا فيها إمكانيات وأطراف ولعبين على أعلى مستوى توماس مولر تحديدا من اللعابة الجوكر اللي هو قدر هانزي فليك يلعب به في أكتر من مركز ممكن يغيره طريقة اللاب من 4-1-4-1 ممكن يلعبه بطريقة المعتادة 4-2-3-1 كل ده أنا أتعرف عليه النهاردة وقت ما يعلن التشكيل الساعة 6 ونص بتوقيت القاهرة طيب آخر حاجة معايا من الحساب الرسمي اللي في الجول بيكلموا على أن جماهير الأهل بتنتظر منه الكثير مين؟ حسين الشحات قاهر فريق الدحيل طبعا أرقام حسين في 8 مباريات لعبها بيقاميس الأهل هذا الموسم قبل مواجهة بايرن ميونيخ أعمل أرقام مميزة في 8 مباريات ساهم في 5 أهداف وسجل 3 أهداف وصنع أسست هدفين أرقام حسين طبعا على أعلى مستوى خلال هذا الموسم من خلال إنجازاته أو أرقامه تحديدا في دوري أبطال إفريقيا أو حتى كاس العالم للأندية وفي الدوري المصري حسين من اللعيبة بالمناسبة هو رقم 5 من كل لعبي العالم اللي شاركوا في كاس العام للأندية اللي لعب في هذه البطولة من خلال ناديين لعب مع العين الإماراتي ولعب مع النادي الأهل خمس لعيبة بس على مستوى العالم اللي لعبوا في البطولة دي مع ناديين مختلفين من ضمنهم حسين الشحات نجم النادي الأهل